تخيل معي جرّات بناتها ومشات هي وياهم قدام السكة التران عن نقاطهم بالجهد وغمضات عينيها وهنا التران تم جيل عندهم بوحدة صرحة كبيرة قبل أن نبدأ أولاً أريد أن نقدم لكم القناة الصديقة لنا عادل هذه الدرية بارك الله يقدم أحد المحتوى الذي ينقي وزوين وبعيد على التفاهات السلام مايك كيف كان عرفت الديناصورات من أقدام المخلوقات على كوكا بالأرض ولكن هذه المخلوقات ليست قدام كثيرا على الكوكا لا ترى أن تكون لكم تدخلوا عندهم تهجموا عليه ودعموه بالاشتراك ودعموه باللايك حيث بكل صراحة هذا المحتوى النقي هو الذي يجب أن نهزو به ودعموه المهم الأخوة سوف نجعل لكم الرابط للقناة في صندوق الوصف ودابه على بركة الله يلا نبدأ القصة القصة اليوم سوف يبدأ مع محامي يسكن في مدين الطار البيضاء هذا المحامي الأصل من الأمازيغ يعني كان يسكن في قرية في الأمازيغ انتقل الطار البيضاء وكمل قرايته أمك حتى تخرج وخدم محامي كان تبارك الله هو أحد الرجل ناجح وقدر أنه يوفر راسه جميع متطلبات الحياة هنا يبقى عليه غير الزواج لكي يكمل دينه ومن العادات والتقاليد الأصل له وعائلته أنه يتزوج بشيء واحدة من عائلته ولا شيء واحدة قريبة من عائلته يعني من الأصل ديالهم وبالفعل هذا الذي يعمل سوف يمشي في القرية وين كبر وين تزاد وسوف يتزوج أمك بأحد البنت سوف يتزوج بها وسوف يرجع هو ويها يسكن في مدين الطار البيضاء حتى أمك في مدين خدام المهم كانوا يعيشون بأخير وعلى خير الأمور كانت كلها جيدة وكل شيء هو هذا من بعد أحد المدى القليلة سوف يرزقهم الله بأحد طفل وسوف يسميها خديجة ومن بعد أحد المدى القليلة سوف يرزقهم الله بأحد طفل بنت آخر وذلك الساعة خديجة كان لديها 8 سنوات سوف يتزوج بالوقت وسوف يرزقهم الله بأحد وفي الآخر كانت الأم مازال حاملة وكانت مازال في الأشهر الأول لكن هنا في البداية سوف يوقع ما لم يكن في الحسبان وحد النهار المحامي كان في البرو حتى سوف يأتي أحد المكالمة هاتفية آلو السلام عليكم سوف نجد الزوجة من تاحرة هي وبناتك سكة التران تخيل معي جرات بناتها ومشات هي وياهم قدام سكة التران عنقاتهم بالجهد وغمضات عينيها وهنا التران تم جايل عندهم بصراحة كبيرة سوف يضربهم التران وسوف يموتوا الله يرحموا بالطبع الحال هذا الخبر كان بحال صاعقة بالنسبة للأب وداروا واحد طجل كبير في المغرب كل شيء يدوى عليه الصحافة التلفزيون الجرائد مخلوه فين داروه حتى في لقاء صحافة مع هذا الأب كان يدعي على مرته يقول الله يأخذ فيها الحق هذا قتلت لابنتي هي السبب هذا الشيء كامل يعني كان في حالة يرتال له لدرجة كل شيء تعاطف معه وكل شيء يبقى فيهم يبقى فيهم وقطع لهم في قلبهم وحتنتهم أنا متأقن بالذي يبقى فيكم وقطع لكم في قلبكم وكلكم يبقى لهم لكن الخوت غير بالله غير بالله لا تسبقوا الأحداث كيف يقولون لا أخف يا أعظم لذلك الشيء المخبي وذلك الشيء اللي وراء السيطار سيستمكم غير بالله يا الأخوة لأن القصة ديالنا يالله ستبدأ ويالله سنقولوا بسم الله سيدوزوا الأيام وليام وكل شيء يبدأ ينسهد الحديثة وكل شيء يبدأ ينسهد هذا الشيء لكن واحدة المعلمة التي كانت تقريها هذه البنت اللي اسميتها خديجة الله يرحمها جهت هذا الشيء في شكل ويجهت هذا الشيء غريب وما بغت تتقبله وما بغت تدخل لها العقل كانت عارفة وكانت حاسة وكانت متقنة بللي هاتشيء وراه شيء شيء مخبئ يعني كانت حاسة بللي هذا الانتحار وراه شيء حاجة أو وراه واحد اللغز اللي ما عارفه حتى شيء واحد هذه المعلمة التي كانت تقرأ عندها خديجة سيتلاحظ بللي في هذه الأشهر الأخيرة خديجة لم تبقى كيف مكانت يعني كانت تلميذة اللي مجتهدة وكانت في الوقت وقدر التمارين ديالها لكن في الأشهر الأخيرة لاحظت بللي ما بقيت كيف كانت هذه المعلمة كانت تحسسة بللي شيء مشكل واقع الخديجة أو واقع العائلتها كانت دائما تسولها وكتقول لها ما لك ابنت خديجة ما هو واقع لك ما بقيت ما بقيت تدري التمارين ديالك مزيان وكانت تجي ساكتا حزينة ما هو واقع لك ما لك خديجة كانت تجوابها واحد وكتقول لها رأي البلاصة التي كانت تسكن فيها رأيها خيبة وماما تخاف عليها كثيرا وما بقيت كانت تستطيع تدري التمارين ديالي وبابا ما كانت معنا يعني كانت تشكي عن المعلمة ديالها كثيرا لدرجة واحد النهار خديجة قالت للمعلمة ديالها عافك لما جاءت لدينا البلاصة في ان تسكنه لكي ترى كيف تدير المعلمة السؤولة قلت لها كيف تدير هذه البلاصة وعلى جزء ما تقول لك قلت لها رأيك نسكنه في البلاصة خيبة أعطيتها العنوان البنت الصغيرة أعطيتها العنوان وقلت لها المعلمة قلت لها إن شاء الله سوف ندوز عندكم لكن المعلمة لم أخطأت الأمر بجدية وقالت أن نطلق معه واحد من والديها ونبدأ معه ونرى ما هي المشكلة يعني قلت لما نذهب لديهم الاضطار لكن من اللي وقعت هذه الحادثة المحزينة كل شيء سيبدل أول شيء سيطلب هذه المعلمة هي سيتعيط على هذا المحامي الذي لم تقول لها عائلته سيتعيط عليه في التليفون حتى يكونوا النوامر وآباء التلاميذ يكونوا عندهم المهم أعطيت لي السلام السلام أن المعلمة بنتك الله يرحمها خديجة قال لي اياه مرحبا قال لي باركة فراسك قال لي أعطني العنوان في الدارك لكي أعزك وسأتجمعي أمي المهم المحامي أعطيها العنوان وقال لي أعطيها أحبابك سيتمشي المعلمة وسأتجمعها الأم سيتمشي عند المحامي سيستقبلهم سيعزيهم المسائر لكن المعلمة لاحظت بأن هذه الدار المحامي كانت دار راقية وكانت في الحي راقي يعني عكس تماما ما تقول لها خديجة هنا بدأت التساؤلات وبدأت تطرحوا عليها كثير من الألغاث بطبيعة الحالة هذه المحامي كانت في حالة خيبة وكانت تحصر على أبنات والذين ماتوا وكانت تعيي على أم وهي حرمتني من ابناتي راكم عارفين الحالة وكانت خيبة سيعطيها الخديجة سيعطيها والألعاب التي كانت تعبئهم ويبكي عليها ويقول لها ابنتي كانت أعطيها كل شيء وهذه وكذا المهمة المهمة ومن بعد أن تساوهوا وقلسوا معها سيعطيها سيعطيها لكن هنا ستبدأ الخدمة للمعلمة لكي تحل هذه القضية أو هذه اللغزة الغامضة من بعد أن المعلمة تذهب إلى دارها سيتقلب على هذه العنوان التي أعطيتها خديجة العنوان التي قلت لها عفاك جعدنالي سيتشت طاكسي وسيتمشي نيشان البلاسق التي قلت لها هنا من اللي وصلت ستصدم هذا الحي شعبي شعبي كبير زائد العنوان التي أعطيتها كان في واحد السطح يعني هناك تشفت خديجة والأم ديالها الله يرحمهم كانوا عايشين في واحد السطح في واحد الحي الشعبي من اللي طلعت لهذه العمارة وصولة هذو الجيران اللي ساكنين حتى هما تم صولاتهم قلت لهم وماذا هذه المرة اللي انتحرت مسكينة يا ابنتي وماذا كانت ساكنة هنا كلهم قالوا لها أيها كانت ساكنة في واحد البيت في السطح مع الجيران المهم المعلمة ديالنا بقيت كتبحت وتأكدت باللي بالصح كانوا ساكنين في واحد البلاسخ الحالة ديالها يرتلع هنا المعلمة تتاكنت باللي الهضرة باللي كانت تقول لها هذه البنية خديجة كلها صحيحة وعاد عرفت السبب ديال كيفاش وليت وكيفاش تماطلت في الدراسة ديالها اكتشفت باللي كانوا ساكنين في السطح في واحد البيت مع الزوافرية وكانوا في واحدهم وملي عائلة وهذه الأم الله يرحمها الله يغفر ليها كانت خيفة بزاف على ابناتها وما كانت تخليهم يخرجوا يعني كانوا عايشين في واحد الحالة خيبة هنا في طبيعة الحالة المعلمة تتقنات وعرفات باللي هذا الشي كامل وراه واحد اللغز الذي ضروري خاصه يتحلم وهنا سيتحدى رأسها ووعدات رأسها لكي الهدف سيكون في الحياة هو تكشف الحقيقة وفي الواحد اللغز أول شيء سيطر هو سيذهب لأنه تجد في نساكن محامي في الشقة التي تتبع ومحطت وبدأت تسول سولات جيران سولات الناس في العمارات سولات الأساس سولات الناس في هذه الحياة كلهم سولاتهم حتى تعرفت الحقيقة الحقيقة التي لا يعرفون لا يعرفون الصحافة والتلفزيون والإذاعة الحقيقة الأول دعنا نراجع للر وبالطبع من هذا المحامي من شأن هذه القرية كان ساكن لكي يتزوج من شأن تماكه القصة الزوجة التي ستناسبه فتزوج بها ورجعه ويسكنه في مدينة الطار البيضاء لكن هذه الزوجة كانت واحدة المرأة التي طيوائية وليس لديها مع ابناتهم بثيث زائد أنها لم تكن تعرف الدوية باللغة الداريجة يعني كانت تدوية فقط غير بالأمازيغية ولم تكن تحكي مع الناس لكي تعلم الداريجة تكشي باش كانت واحدة المرأة داخلها وقراصها وعزيز عليها غير تبقى في الدار وطربي وليداتها يعني كانت كان مطرونكي أما بالنسبة لبنتها خديجة من الدخلات المدرسة فرها تعلمت هي الدريجة يعني ما بقيت بحل ماماها كتدوية غير بالأمازيغية فقط لكن المشكلة في هذا الشيء كامل والمشكلة اللي أصلا هو منه هذا السر كامل وهذا الصداع كامل هو أن العمارة التي كانوا ساكنين فيها والتي كان ساكن فيها المحامي والزوجة دياله والتي جاب من الأمازيغ وبناته كانت حداهم واحدة الجارة والتي هي معلمة وهذه الجارة كانت تقوم بسوء لبنتها خديجة بالطبع الحال أبدي الخديجة المحامي كان يمشي عند هذه المعلمة لكي يخلصها ومعها كيف تقرأها المهم مرة مرة تقرأها وهنا لم يحسوا تقول بيناتهم علاقة سيتطور هذه العلاقة التي بيناتهم حتى يوصلوا لكي يتزوجوا هذه المعلمة كان عمرها تقريبا 30 سنة وكانت مازال مزوجة لكن الصدمة في هذا الشيء كامل والشيء التي ستقوم بكم هو هذه المعلمة من الذي يريد أن تزوج به المحامي ستزوج بشرط واحد هو أنك ستسكنني في الشقة بالطبع الحال الشقة المحامي كانت شقة راقية ومجهزها كانت شقة على حق وطراقها هذه المعلمة قالت الشرط الواحد الذي لديه ستسكن في الشقة وهذه المرأة التي لديك يعني تستهزأ بها وتقلل منها تقول بأن هذه المرأة ستسكنها في شقة أخرى أخونا بطبيعة الحال ليس رجل ورعواني فقال لها مرحبا ما الذي أريد أن يكون وبالفعل ستزوج مراته و ستزوج ستسكنهم في شعبي و سيكري لهم في السطح مع الزوافرية بطبيعة الحال عائلته في الأول لم تقبلوا هذه العيشة كانوا يقولون أنهم عايشون في واحد النيف و ستقول له في واحد النيف و آخر الفقر ليس عيب و لكن كانوا عايشون في واحد الحياة التي واعرة و زوينة حتى أن تقولوا واحد الحياة التي خيبة هذا الشيء بطبيعة الحال سيؤثر فيهم و أثرتها في النفسانية الخديجة لكي لا تكون مكتوبة أما النفسانية الأم فلا ندوء عليها هذا الأب الذي ليس راجل أو هذا الأب الذي غير باسمية كان في الأول يظورهم و يقومون لهم الماكلة من بعد ما يظورهم يقومون لهم الماكلة يقومون لهم بشكل ما يقومون في الوجود و بالطبيعة الحال كان عايش حياته مع الآخر و هذه المعلمة التي تزوج بها عايش حياته معها بخير و على خير و ناس أخرى و ناس كل شيء و ناس كل شيء كانت غير غالسة في هذا البيت و كتتحصر و كتبكي زائد أنها حاملة كتشوف في بنيتاتها بجوج و لو عايشين في حالة و كانت النفسانية ديالها محطة و لم تتخيلوش كيف كانت تديرها لكن مع ذلك كانت تقول هذا بيهديه هذا برب بيهديه و يجي عدنا و هذا ما غديش يسمح فيه دائما عنده أحد الأمل بالله لكن وخاها كاكل وقت كان يدوز و هو ما كان في هذا العالم و لم تتخيلوش بيهن ستدوز المده حتى يدوزه أشهر وأشهر هنا هاد المرمسكينة مبقاش عند الجهد و مبقاش عند الطاقة و التي نفسانية ديالها محطمة و اي واحد كان في بلاستها حتى هو كان يدوقع عليه نفس الشيء و هو خائب و اي واحد و يحرمه و انهانه و هو الانتحار لكن السبب الحقيقي الذي يسيره هو هذا الأب و لا تفكر سيتهزب أطفالها و سعرضهم سيتعنقهم و أحضنهم و سيتغمض عينيها حتى سوف يأتي التران و سوف يدوز عليهم و سوف يموتوا والله يرحمهم المعلمة لنا من اللي عرفت الحقيقة و من اللي عرفت القصة كاملة عاد عرفت هذا الأب ما يفعله هذا الأب اللي طالع قدام الصحافة و قدام تلفزيون و كيف يبكي و كيف يدعي لمرته هي السباب لكي قتلت لي ابنتي ما غداش نسمح ليها و كذا و كذا هذا عرفت أنه هو الشيطان الكبير بالطبع الحال هنا كان الهدف دياله الوحيد هو تكشف الحقيقة والناس كاملين يعرفوا هذا الشي ويعرفوا الحقيقة هذا الرجل الذي أنت ليس رجل وفي هذا المحام كان معروف و عنده معرفة و عنده واسيطات إلا أن هذه المعلمة فرشته و كل شيء يعرف الحقيقة سوف يذهب للحي في نساكن و سوف يذهب للحي في كانت ساكنة السيدة لله يرحمها و سوف يقول هل الجيران و الجال الناس الذين يتموني أقرى من تلك المنطقة كلهم عودت لهم الحقيقة هذا الشيء كل ما يعرف في الحقيقة في الحقيقة هو السبب في انتحار أخوط المثقين و البنائس الذي يرحمهم المهم هو جراعتهم من المظاهراته يصدروا منهم و يفهمون المفاهم الذي يريد أن يخرجونه و يضربونهم يأتيون بوليس أو تفكونهم هذا المهم كل ما يعرف في الحقيقة صحافة والجرائد كل ما يعرف في الحقيقة هذه المحامة لكن مع الأسف في الأخير هذا المحامي سيختافي و سيختافي له الآثار نهائيا و نضم أنه يذهب على بره المهم في الأخير بنت الحقيقة و كل شيء تفرش و كل شيء يعرف بأن هذا الأب غير أب غير باسمه فقط هذا السيد من الذي يريد أن تزوجه و يريد أن يدار المرض الثاني هذا هو شيء الذي ليس يحرم و الذي يحللها الله عز وجل لكن لكي تشد مرتك و أولادك و تلوحهم في أحد البلاثة التي لم يكن مولفين أن يعيشوا فيها فهذا هو الذي يحرم مطلع لكي تشد من أجل من المرأة التي تنسى استمعها و قدمها من مدى من حياتك أو و والداتك و تشدها و تلوحها في أحد البلاثة التي تقتلها و التي ت satisfaction فيه و تفهمها أخيرها في أولادك فهذا لا أجل إليها بنكول على الأقل كان يستكنها في أحد البلاثة التي تحتاجها و أزوينها و يوفر لهم كل شيء يقوم بالنسبة لكي تطلق من طلب البلااثة و يتطلق منها لكن كان يجب أن يقوم بها و يقوم بأولاده و يوفر لهم كل شيء لكن للأسف قلت الرجولة هي اللي خلاته يولي هكا وهي اللي خلاته أنه يتحول للشيطان أما بالنسبة لهذه السيدة فالله يرحمها والله يغفر ليها الأخوت القصة ديالنا سالات نتمنى تكون عجباتكم أنا عارف القصة أطرات فيكم إلى عجباتكم القصة ما تنسوش تبارت عجوة مع صحابكم وتخليوا لايك كان معكم أمين نقيطي تالله